لن نستقبل شهر الرمضان الكريم عندما نسمع من بعض الجحات أنهم رأوا الحلال ونحن نتخذ هذا ثم نعلن إلى بقية البلد حتى يسوم بعض الناس وكما تعلمون أن زنبيا دولة المسيحية ولكن أتاحنا فرصة نبيلة لكي نمارس الدين الإسلامي بدون أي مشاكل آدتنا كآدتنا العربية لأن بعضنا عندنا أصول العربي ما نتخذها هو آدات العربية عندما يأتي شهر الرمضان كل الأولادنا يخرجون ويفرحون على هذه موسم الرمضان والإسلام جاء عن طريقة تنزانيا وموزنبيك وهؤلاء الناس الذين جاءوا بهذه الإسلام كانوا العرب ودائما نمارس ونعتقد تقليداتنا العربية المشروب نفس المشروب ولكن أحسن أكثرها ما نسمى كركدي التي تورد من سودان وطبعنا المصري وهذه التي نتخذ بها آدات والطعام طعام إفريقي الآدي بعض المشايخ التي تخرجوا من جامعة الأزهر دائما يرسل لنا اثنين أو أكثر من اثنين لكي يسولين بالناس في شهر الرمضان الصلاة الترويح لأن أكثرنا ليس بحفاظ القرآن نحن نركز بعبادات وبفهم الصحيح الوسطية في هذه شهر المبارك شهر الرمضان ونؤلن أن هذا لأن أكثرنا رغم أننا مسلمين عندنا بعض الإخوة التي ليس بمسلم من المسيح الأسرية فدائما نناديهم في هذه الاستقبال الرمضان أو في إفتارات رمضان استقبال العيد كما يستقبرون أكثر الناس لأن نحن كما تعلمون أن نحن من الأكليات فدائما نؤلن هذا وإنما نؤلن وأكثر الناس يأتون لإستقبال العيد الأظهر أو إيد الإفتار كما تعلمون وهذا بالحقيقة يكون صعب عليه ولكن مجرد إننا شعب المصري موجود في زامبيا الذين يقومون بأعمال جليل يساعدون في توزيع إفتارات في بعض الأقليات المسلمة في أنعاء مختلفة بالزامبيا لأن نشكرهم على ما يبذلون من جهدهم على إحساء توسل مع الإخوة إخوانهم المسلمون في الزامبيا وهذا ما نعمل به نحن كمجلس الأعلى الإسلامي دائما عندما يحول هذه الشهر المبارك نعلن على أجسزة مختلفة ونهنئ المسلمين ونتعون على الخير على هذا الشهر المبارك